قمة المهنية هكذا وصف المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية الإمكانيات اللوجستية التي سخرتها الجزائر لتخطية القمة العربية مؤكداً أن القمة لم تشهد هكذا استعداداً منذ عشرين سنة نعتبر ما شاهدناها اليوم وشاهدناها اليوم يعني كقمة المهنية وقمة الرواعة هذا وسيتولى اتحاد إذاعة الدول العربية ضمان تخطية القمة من خلال الترتيبات اللوجستية التي وفرتها الجزائر نحن كاتحاد مع هذه المؤسسات سنتولى تخطية القمة العربية للبلدان العربية وكذلك لمختلف بلدان العالم استعداد كبير تظهره الجزائر يلقب المكانة التي تحتلها أربياً ومحلياً وبمستوى القمة العربية المزمعين إيقادها بداية شهر نوفمبر المقبل بحضور الزعماء والقادة العرب